بعد استصممها على ان البطولة تتلعب بالتصريحات القوية من نجومهم او نجوم الكاميرون سابقا مصامل ايضا رئيس الاتحاد والنجم الكبير الكاميروني في نفس الوقت ايضا رجيميلا والتصريحات القوية ايضا واحد من نجوم كرة القدم العالمين مش فارقة بس وبالتالي طبعا واضح ان الكاميرون لها شخصية قوية من خلال خيادتها القروية في الافريق خلينا ابتدي مع حضرتك عزيز محسن ونتكلم على التصريحات الخاصة بالتحاد الكاميروني المتمثل في سامول ايضا واحد من نجوم الكاميرون برضو رجيميلا يعني قبل من نتكلم طبعا عن التصريحات خلينا احراك ان البطولة خلاص ان شاء الله يعني ساعات وتنطلق وده انتصار لانقارة الافريقية كلها مش فقط للكاميرون الناس كلها حتى في افريقيا بتقول شابوه لسامول ايضا انه وادري ينتصر او يهزم خلينا بكل صرحة يهزم جانا انفنتينو بكل جبروته اللي كان عايز يرضي القرى العجوز الاوروبية اللي كانت بشايفة في افريقيا مجرد حقل تجارب او معمل تجارب بتاخد منها اللي هي عايزة وعايزة تلغي اللي هي عايزة يعني حتى كانت تتلاقي مثلا ايه ان مثلا ايه دايما السؤال من اي صحفي اوروبي لأي لعب افريقي مشارك مثلا في دوريات اوروبا كلها يقولوا هل ستشارك مع منتخب بلادك في معيني السؤال ده مثلا لا يسأل اي لعب مثلا هيشارك في اوروبا او حتى في امريكا الجنوبة او حتى في اسيا لكن يسأل فقط لقرى الافريقية دايما بيحاولوا التقليل منها النظرة يعني مش هندارية هي عنصرية مش هندارية احنا مش هنداري هي عنصرية دايما ينظر للقرى الافريقية ان هي قلب كتير من القرى الاوروبية تحديدا يعني او الاخرين فعشان كده دايما بينظر لها بنظرة متدنية انا مصنع نجوم بالضبط هم اصلا تعالى شوف الدوري الانجليزي عامل ازاي او ليفربول او هم النجوم المتصدرين وليما ما بناخداش برضو يعني برضو انا عايز برضو افكر بمختلف انا دفع فلوس كتير والناس دي بتغطس فلوس كتير فانا خايف عليهم ماشي بس دي حاجة يعني لو كان مثلا هل بيقدر يقول له مثلا لا هو راح دفع في افريقيا بس ومش دفع للعاب الاوروبية اللعاب اللاتيني مثلا سواء البرزيل وارجنطيني فعل كله بس التوقيت هو اللي عامل ازمة لانجليزي الأوروبية مع زورة في الجزئية دي التوقيت هو اللي عامل ازمة يمكن كان زمان ما كانش فيه المشكلة دي اول ما كانش فيه عصر احتراف بالشكل ده زيادة من البطولة كان كلها تمن فرق مش عارف حاجات كده لكن طبعا مع الزخم اللي احنا شايفينه الزيادة بقت 24 منتخب وقت اطول بيغيبوا شهر كامل في نفس التوقيت وتوقيت مهم جدا في بداية تقريبا الدور التاني للدورات الاوروبية فده اللي عامل الازمة الحال والحيد ان هي يتم ترحيلها الى الصيف وطبعا دي بها تبقى مشكلة شوية في المناخ بس يعني في وجهة نظر الشخصية ان ده الحال الامسل نرجع للتصريحات انا تصريح الحزن اكتر طبعا متع رجميلة اللي هو هاجم طبعا مصر والمغرب انه لو مش عاجبكم افريقيا روحوا العاب في اوروبا والله احنا كلنا مستقين كمان من ان مصر تبقى مساندة او متمثلة في الكابتن هانو بوريدا انه هو فوز الاخجع على المغرب يكون من ضمن المساندين او المصوتين للغاء البطولة او تأجيل البطولة لا طبعا تتلغي ليه احنا كلنا زعلانين لكن الاسف هي جد في مصر يعني طبعا هو كابتن هانو بوريدا يمثل مصر يعني لا يمثل نفسه يمثل مصر اكيد لكن هو كان تصريحات ترجميلة كانت قصية شوية علينا يعني انا زعلت منها جدا وكل الناس طبعا متدقى منها والناس حتى بترد عليه بشيء ملعوم في شوية الاعلامينا في برامجهم وممكن كنت اتمنى انه ملصرحش التصريح ده خلاص في النهاية وفي الاول في الاخر البطولة تلعبت خلاص ملاش لازم لكن طبعا هو بناء على يمكن كان تقرير نشرته او جارت اللي كيب الفرنسية ان كانت مصر والمغرب تحديدا كان من ضمن المنتخبات او الاسوات اللي صوتت ضد قمت البطولة يعني قيل بقى ارضاء اللي جاني انفانتينو لك زعوة او بريدة مش عارف من موليل لكن في النهاية افريقا انتصرت